السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحاجة المهمة جدا في أي بحث علمي ان تذكر المصادر وبرنامج الورد بيديه مبكات حلوة جدا في موضوع كتابة المصادر فلو بيتي هنا على الفرنس هتلاقي ان هو بيديك ان تتحط فوت نوت او اند نوت فوت نوت بتتحط في نفس الصفحة يعني انا لو جيت هنا مثلا كده و قلت له انسيرت فوت نوت وكتابت هنا مثلا المرجع الاول و جيت بعدها و جيت هنا و قلت له انسيرت فوت نوت و قلت له المرجع الثاني و جيت بعد كده هنا و قلت له انسيرت اند نوت هتعمل ايه هتحطي الكلام ده في اخر حاجة في البحث بتاعي تقول له مثلا ايه المرجع الثالث فلقى ثلاثين الشغل فيه طريقة ان انت تحط المراجع في نفس الصفحة و ده طبعا اسهل على اللي بيقرأ هتضم في اخر البحث بتاعك و ممكن على فكرة هتعمل select بعد انتخلص البحث خالص و هتطبع تعمل select لكل المراجع في كل الصفحات مرة واحدة يعني لو فيه حاجة في الصفحة ديات و قلت له هنا insert footnote و قلت له المرجع الرابع و قلت له select و بعد كده انزلت تحت خالص و جيت هنا و قلت له انا عايز اعمل insert و قلت له و قلت له كده هيجو مع بعض المرجع الأول الثاني الرابع الثالث طبعا احنا قلنا مختارينه من النوع اللي هو اند نوت طيب ممكن تبدل بينهم انت مثلا نواقف هنا ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز فتنوت فيبدأ يجيب لك اللي يبدل بينهم طيب ممكن تقول له show notes فيبدأ يجيبهم لك ممكن تدوس هنا على الخصائص هتقول له فتنوت عايزها اسفل كل صفحة او blue text هتظهر معها ممكن توجي هنا تقول له انا عايز ال end note يبقى في اخر document او اخر section section اللي هو الفصول بعد كل فصل يروح هتطلق ال end note و عندك هنا convert هتحول كل ال footnote او تحول كل ال end note او تبدل بينهم لان هتقول له اوكي هتلاقي المرجع التالب بس ولا موجود ولما تنزل تحت خالص في اخر صفحة هتلاقي ان هو عكسهم مع بعض و هنا هتلاقي ان هل انت عايز ترتابهم ب ال end note ولا و عايز تبدأ من ان رقم و ممكن تضيف رمز معي مثلا add one add two add three الارقم هل انت عايز تبدأ ال end note من اول رقم للاخر ولا كل فصل يبدأ يرقم من اول جديد ولا كل صفحة والعادة نحن برقم لكل section بس عندك الاختيارات ترجمة نانسي قنقر